اشتركوا في القناة كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو ومعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وأصحاب المعالي وعدد من المدعوين تحظى العلاقات البحرينية الإماراتية بدعم كبير من قيادتي البلدين الشقيقين في المجالات كافة حيث يحرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها نحو آفاق أرحب مما يصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين ومن منطلق وحدة المصير والتحديات الإقليمية والدولية حرصت قيادتها البلدين الشقيقين على تعزيز العمل العسكري المشترك الذي يعزز من القدرات الدفاعية ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله من منطلق إلاغات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة ومؤخرا تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين قوة دفاع البحرين ووزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتعلق بالتعاون بين الجانبين في مجال التدريب وإجراء التمارين المشتركة وفي هذه الأيام تشهد مملكة البحرين ختام التمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب جلم الثلاثة بمشاركة قوات من الحرس الملكي البحريني وعدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في مملكة البحرين وجهاز المخابرات الوطني وحرس الرئاسة بالقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليؤكد ذلك الحرص المتواصل من البلدين على رفع الجاهزية والاستعداد لكافة السيناريوهات المرتبطة بمكافحة الإرهاب تحديات مشتركة ومصير واحد ويدان تجتمعان على الخير وحفظ أمن الأوطان وفق رؤا حكيمة من قبل قائدين حرصا على تعزيز كل ما من شأنه حفظ أمن البلدين والارتقاء بالمنظومة الأمنية والعسكرية ليكون التعاون العسكري البحريني الإماراتي مثالا حيا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلدين والبلدان الشقيقة